ما شادت الأمم مجدها وما أوقدت الشعوب ضياء حضورها وما فتحت للمجتمعات أبواب ازدهارها إلا بالعلم إذ نظم محاد تراث الأنبياء عليه السلام للدراسات الحوزوية الألكترونية محفلاً احتفائياً لتكريم سبعين طالباً من طلبته المتفوقين من جميع مراحل في العراق وخارجه اليوم حقيقة تم تكريم سمعين من الطلب الأوال في هذا المجال الذين حقيقة تجاوزوا بنجاح وبدرجات عالية وصلت أغلبها إلى المئة تجاوزوا مرحلة التمهيدي وتجاوزوا مرحلة مقدمات الثلاث واليوم حقيقة تم تكريمهم هذا حقيقة تكريم من أجل دفع روح الحماس وروح الهمة بهم للثبات على هذا الطريق حوالي سبعين طالب تم تكريمه تكريم لطيف جداً بصراحة هو تشجيع معنوي زائداً مادي وصار بي لقاء تم مناقشة الأمور المهمة التي تخص الدراسة هذا يحفزنا إلى المواظبة والمثابرة على الدرس والاستمرار إن شاء الله لأنه هذا يعني أنه المأحد لم يغفل عن كل شيء جانب الروحي والجانب التربوي جانب التعليم الدرس والجانب الروحي بصراحة وتسعى العتبة العباسية المقدسة لتكريم متفوقيها وملاكاتها تدريسية والاحتفاء بهم سواء في الدراسات الأكاديمية أو الدينية تقديراً لجهدهم الوافر ومسارهم الضافر وتحصيلهم الفاخر ليكون هذا التكريم حافزاً للطلبة لبدل المزيد ترجمة نانسي قنقر